وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية والدكتور حسن أبو سعدى استشاري الأعمال البحرية والدكتور إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر لاستشارية والمهندس معتصم الغربلي رئيس مجلس إدارة شركة الغربلي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والسحل الشمالي وقد وجه السيد الرئيس باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن السحل الشمالي خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتأكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص وذلك في إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتداداً من منطقة أبو قير حتى عمق السحل الشمالي الغربي بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط ترجمة نانسي قنقر